السلام عليكم مرحبا بكم معي في فيديو جديد غير نشار معكم طريقة لتحضير كيكا ديال السيترون ديال الحامض ليمون مهم كيف ما كنت سميه هاد الكيكا كنت حضرتها من قبل وكيف ماشي فتورة كنت ديره واحد الفيديو اللي ما شافوش غايشوفو اه في القناة ديالي مكنش صدقات ليه غالي نوريكم علاش ما صدقاتش شنو سصير باش ما صدقاتش وشنو سصير من بعد علاش صدقات الكيكا وجوت مزيانة من بعد اه انا من نسبة لهذا الكيكا غالي نحتاجه لها في المقادر جوج بيضات جوج بيضات اللي انا عندي في الحجم الكبير يعني كل بيضة فيها جوج محاح الى انتو ما عندكم مش بيض بهذا الحجم ديروا ضعفوا المقادر يعني ديروا ربعة البيضات صغار عدنا فاني عدنا جوج خماريس حمرين عدنا الطحين عدنا آآ قمصة ديال الملح زبدة باش غالي ندهنوا اللاطة ديالنا عدنا آآ حامضة اللي غالي ناخدو الكشور ديالها والعاصر ديالها في نفس الوقت. اربعة ديال كاس. عدنا كاس مع مرش ديال الزيت. عدنا كاس ونص ديال السكر سنيدة. احنا اول حاجة غن ناخد الحامضة اللي عندي. غادي نحكها يعني نبشرها بزيان حتى تعطيني دك المشور ديال الحامض. يعني غنستعمل القشرة ديال الحامضة كاملها. كيف ما شفتم معي انا هني هدي تفرس عندي في الموج وميد الى عندكم طرية. كتكون نتيجة نفسها الصراحة. غاينما منيك تكون في الموج وميد يعني من الاحسن انكم كيت جبدوها تحكوها على هاد الشكل. الى كانت مشاة تطلقات يعني كتعدبكم شوية يعني انا غني نستمر هكا به هالطريقة حتى ناخد القشور ديال الحامض كامله يعني نبشرها مزيان حتى نحصلها الى القشرة ديال الحامضة كاملة. هانتما كيف ما شفتم معي هيا الشكل ديال الحامضة مني نسالت انني بشرطها كاملة. غن نحتفظ من المبشر ديال الحامض جانبا وغن ناخد الحامضة غني نقتمها على جوج وغني ناخد العسير ديالها. الى عطتني هانتما كيف ما شفتم معي هاد الحامضة انا راه درتها في في الميكروند تطلقات عاد اه عاد اه اعسرتها حيث مني نتبغيها كي لمشات تطلقات ما كيف ما كتلكم ما كتساعدكمش انها تعطيكم القشور ديال الحامض. غن نعصر الحامضة كاملها اه غن ناخد منها ربع كأس ديال الحامضة ربع كأس ديال الحامضة اللي غن نحتاجوه هاد الكيك ديالنا. اول حاجة غني ناخد البيض. كيف ما شفتم معي انا عندي البيض من الحجم الكبير. قنا بدأ بقبصة ديال الملحة سمحوا لي. قنا بقبصة ديال الملحة. من بعد غن ناخد البيض. اه كيف ما كتلكم عندي حجم كبير يعني اه فيها جوج محاح بحلاكة كيف ما شفتم. اه الى ما نتوفرش عندكم بهاد الحجم خدوا اه جوج بيضات. اربعات البيضات صغار يعني ما يعادي اربعات البيضات صغار. من بعد غادي نضيف سكر سانيدة. كأس وربع من السكر سانيدة. انا استعملت كأس لعنباي لا توفر عندكم محباي لما توفرش يعني استعملوا كأس من نفس الحجم. غادي نطرب المقادر مزيان مع بعض اياتها حتى تتجانس معايا. بتطرب الكهربائي. يمكن لكم انت ستحبلوا التطرب العادي. انما التطرب الكهربائي كيسهل عليكم العملية يعني وكيوفر عليكم الوقت. كيف مشوشوا معايا درنا قبسات الملحة. جوج بيضات. كأس. وربع من السكر سانيدة. غادي نطربوهم زيان حتى تضاعف معايا المقادر. وكاتحصلوا على واحد القوام اللي كيكون متجانس وفي نفس الوقت كيتضاعف الحجم ديال البيض. وكاتتولي اللون ديالو غادي ميل كيولي ميل بويضة. ما كيبقاش في ذك سفورية. هانتما كيف ما شفتو. انا غاستمر في التحريك وكيف مما شفتو معايا انا ما ما قطعت حتى مقطع باش تشوفوا الطريقة اه من الاول تلخر بالنسبة للناس اللي مبتدئات واللي عجباتهم اللفصوها بغوا يجربوها. يعني ما قطعت حتى مقطع باش تشوفوا الطريقة من الاول تلخر. هانتما شفتو معايا كيف ما شفتو البيض راه تتربتو حتى تضاعف الحجم ديالو. وما اللون ديالو ما بقاش في ذك سفورية يعني ولا بيض. كل قاوام ديالو. هاد المرحلة هي اللي انا نغمال ما خاصني نصي نضيف الزيت وعد نضيف عصر ديال الليمون. انا عصر هنا ضغط كأس مع مرش ديال الزيت. نغمال ما خاصني نزيد ليه آآ ربع كأس ديال الليمون. انا نسيت ذك ربع كأس ديال الليمون. كنت كان حضر معاكم الكيكا. وهذاك الطريقة داك شي لش ما نجحتش معايا يعني ذك الليمون هو اللي كي يعطي الكيكا داك القوام اللي كيكون مجموع في نفس الوقت منفوخة وطالعة يعني انا مادرتش الليمون. عاولي عنا ديك الكيكا كتجي طافصة. كيف ما شفتو في الفيديو اللي درت ما قبل. آآ راب مني ما صدقت معايا الكيكا. آآ شديتها وصيبت بيها انطاخت اللي صيبت لها الكريمة ديالها. آآ من بعد عاود تاني نفس المقادير وضفت داك عسر ديال الليمون. ودرت الكيكا في واحد المول وحد اخر. ونجحت داك شعليش عاودت معاكم هاد الفيديو. باش تشوفوا انا فعلا ان نفوخة ناجحة. غي انما يلا نسيتي مكون واحد او لانه ما غادش تستخدم. هناك كيف مشتو. آآ عسر الليمون كيف مكتلكم هو سر انه اللي انا ما ضفته شراء ما غادش تنجح معاك. درت النصف ديال كمية ديال مبشور ديال الحامض. في في البيض اللي ترابته ديك شيف المقادير. وبالنسبة لنصف الكمية الاخر غادي نضيف له آآ سكر فاني سكر فاني وغادي نخلطه معاه جيدا. وغادي نحتاجو اناني غادي نديرو في الطاوة ديالي. آآ كيف ما شفتوا ضفت السكر فاني مع مبشور ديال الحامض لنصف الكمية ديال الحامض. كان خلقتهم زيان هكا حتى كيتجانسوا مع بعضياتكم من اللي ما توفرش عندكم سكر فاني يمكن لكم تستعملوا سكر ساني دا. بحال بحال كعطي نفس النتيجة. غادي ناخد الطاوة زمال المول اللي غادي ندير فيه الكيك ديالي. كان دهنه بالزبدة كيف عشو معايا. وغادي ناخد داك السكر ساني دا مع قشور ديال الحامض. وغادي نوزعهم في المول. حتى بحال اللي قلتي كان نوزعهم على المول كامل. يعني هاد هاد طريقة كيعتك ديك القرمشة الخارجية ديال الكيك. اللي كيكون مقرمش من الخارج. وكيجي فيه واحد مضاق زوين من ديال الليمون. ها انتمو كيف ما شتو غا نوزع داك الليمون. كي يلسقوه على الجوانب ديال المول ديالي. وانا اللي كيف ما قلت لكم الى كان عندكم الحامض الطري. اه كيكون ناشف. اما اللي كيكون هاكا ديال الكونجيلاتور كيبقى فازك شوية ما كينسقش على المول. يعني باش ما لستعملوا الحامض الطري باش ممزين. اه غادي نضيف اه طحين جوج كيسان ديال العنبة ديال طحين عامرين مزين حتى الاخر ديالهم. اه طبيعة الحال كنت مغرب لهم من قبل. غادي نضيف الكميات زيجيا وانا كنا كنا نطرب المقادير. وغادي نضيف الخمارات كيف مشتوا معايا خمارات حمرين جوج كيوسة ديال ديال الخمارات. خميرة كيميائية. غادي نضيفها لدك تحين وغادي نغرب لهم حيث انا ما غرب لهم شو من قبل انا غربتهم معكم هنا. وغادي نطرب حتى تجانس معايا انا اصير كاملها. عندكم تدروا بحالي وتنسوا العصر بالليمون كيف ما شفتوا منايا قلت لكم فهذا الفيديو. اه الغلط اللي درس ان انا ما ضغتش عصر ديال الليمون. هذا الشي اللي اعطاني ان الكيك ما تنفخش مزيان وما اعطاش دك ما كانش متماسك يعني متماسك ايه ولكن الى درجات ما يعني جاناش جاب جاب حل شغل نقول لكم بحل جينواز. غادي نطرب مزيان لعناصر كاملها ومن بعد غادي نوضعها في المول اه وغادي نقبل غادي نتشعل الفران على درجة حرارة اه الا كان عندكم فران البوطة كتديروها مهي لمزيان واذا كان عندكم فران ديال الدو كتديرو مئة وخمسين درجة ديال الحرارة يعني اه كتخليها الطبع لا خطر خطرها باش هكدا كتكون انا كيك وناجح معكم مئة في المئة كيف مشو معي اطربت حتى تدخل الطحن كاملو والخميرة كميائية في العجين كاملو يعني اه ومن بعد غادينا ناخد انا قلت لكم في هذا الفيديو ما قطعت حتى مقطع باش هكدا كتشوفوا الطريقة من الاول حتى الاخر يعني اه خصصا بنات اللي مو بتادي ات اول مرة غايصايبو الكيكينين البنيات صغار كيبغوا يتعلمو كيفاش صايبو الكيك اه مزيها ندخل لهم يتعلمو ودخلوا الكوزينة اه اذا كشي كله غايستفدوا منو واخد ابل الحمدولي لا اليوتيوب ما خلحت واحد ما يعرف حتى حاجة كلشي المعلومة اللي بغيتيها كتدخليك يعطوك طريقة من الاول حتى الثالي زي ما كيستفدوا الناس وكيفيدوا بادياتهم اه كنت ديكسا كتسولي شي وحدا كتبقى ما تتعطكش المقادير كاملين ولكتعطكش حاجة ناقصة ودعبا الحمدولي لا كونشي ملول حتى الاخر طريقة غايستبعيها وكتعطك كيف مشو تنسو معي هيدا هو الكيك اللي مصدقش مني مدرش لي عصر دليمون اه من بعد انا يا عاوت اعاوت اعاوت جبت المقادير وعاوت نفس الطريقة اللي شتو من قبل اه وخديتها وارتفاد الطاوال ديال الكيك اللي دهنتها بالزبدة وطحين ومن بعد انا مضفت ليها للمبشور ديال ليمون ودرت الكيك صبيتوا فيها من بعد مني انطابت جتع لها دشكل همتوا ما اشتي الشكل ديالها ناجحة مئة في المئة حيث فيها عصر ليمون من بعد انا زينتها بالكونفوتور ديال الفريز و الكوك انتو ما بغيتوا تخلوها كيف ما هي مرحبا بغيتوا تزينوها باي حاجة شوكولات اه كريمة اللي بغيتوا تديرها من الفوق يعني كيبخال تزين اختياري ليكم اهنا غادي ناخد الكونفوتور اللي كيف ما هي بقى سخونة يالله جبتها من الفران كن نصب الكونفوتور وكن نوزعو عليها مزيان حتى كندهن الوجه ديالها كامل كيف ما شفتوا معايا الكونفوتور اي لكنتو عندكم هادا ديال اسميتو كاتش بدوهو معايا كتكون سخونة ضغية كت ضغية كيدوب عليها يعني انا من 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 تلاجاج بتوعادي يعني ما سخنتو محت حاجة غالي نوزع لكم فيشور على الوجه ديال الكيك ديالي كاملو كيف ما شفتوا معايا يعني كيبقى تزين اختياري لكم انتو ما لأي حاجة كتفضلوها يمكن لكم انكم تزينو بها الكيك ديالكم من بعد غادي ناخد الكوك ونزين بها ذاك الوجه ديال الكيك ديالنا وصراحة كتجي واحد الكيك اللي لإسفنجية ومقرن مشا وفيها واحد ما داقة ديال ديال الليمون رائع صراحة اه وصفة كتستحق انكم تجربوها كانت منتنا الاعجاب ديالكم وما بقى لي الى نقول لكم الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله ونتمنى ان اه لوصفة تنال اعجابكم اصدق معكم مئة بالمئة والى اللقاء السلام عليكم اشتركوا في القناة